كرة القدم هي الأوبرا التي يعزفها البشر جميعا وفي النهاية تحتكم لإسعاد المتوجي مهما كان اسمه وتاريخه الطريق إلى الملعب الأولمبي ببرلين عرف اتجاهه المتادور الإسباني وملتخب الأسود الثلاثة الإنجليز فالرقعة الخضراء للأولمبيا ستاديوم لا تحتمل أكثر من فريقين أول الواصلين للمشهد الختامي المتادور الإسباني بعد إقصائه الديوك الفرنسية وصيفة بطل العالم إثر مباراة قدم فيها أصغر لاعبي البطولة لامين يامال نفسه نجما لمستقبل اللعبة بأداء مبهر ليضرب مع منتخب بلاده موعدا لأجل الانفراد بالرقم القياسي لعدد ألقاب البطولة الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب ألمانيا بثلاثة لكل منهما متأكد من أن المباراة المقبلة ستكون أيضا مختلفة يجب علينا أن نكون أيضا في أفضل مستوياتنا أنا فخور جدا بالرحلة التي قطعناها لحد الآن أنا فخور وسعيد بالتواجد هنا هذا كل ما في الأمر الحالم بدخول تاريخ اليورو منتخب الأسود الثلاثة خطف تذكرة النهائي الثاني له على التوالف البطولة بعد نهاء 2020 بريمونتادا مثيرة أمام الطواحن الهولندية لقد عشنا ليالي رائعة خلال السنوات السبع أو الثماني الأخيرة وتمكننا من لعب أول مباراة نهائية لبطولة تقام خارج بلدنا أنا فخور للغاية بذلك لكننا بكل وضوح جئنا هنا للفوز وسنواجه إسبانيا الفريق الذي كان الأفضل في البطولة وأمامنا يوم للتحضير لذلك ستكون مهمة كبيرة لكننا ما زلنا هنا وما زلنا مقاتل في كرة القدم كل شيء معقد ما دام هناك خاص هكذا هي حال نهاء برلين الذي سيكون دائرة ضوء أوروبا والعالم وفي الرقصة الختامية ستعرف السيدة الكأس طريقا واحدا إما نحو عاصمة الضباب لندن أو صوب العاصمة مدريد